اشتركوا في القناة اشارت الان المدرب الهولندي سيعتمد خطة 4-2-3-1 وفقا لمصادر من غرفة ملابس برشلونة واوضحت ان ميسي سيشغل مركز الجناح الايمن الوهمي حيث انه سيبدأ بالتواجد جهة اليمين ثم سيتحرك بحرية للامام وفي العمق مع تحريره من الادوار الدفاعية وذكرت انه في المقابل سيعتمد كومن في الجهة اليسرى على جناح حقيقي لفتح الملعب مثل عثمان ديمبلي او ان سوفاتي او فرانسيسكو ترينكاو يبدأ نادي برشلونة خلال الايام المقبلة مفاوضات مع منشستر سيتي بشان حسم احدى الصفقات المميزة في المريكات الصيفية ووفقا لصحيفة موندو دوبرتيفو فان ادارة برشلونة ستتصل بمسؤولي منشستر سيتي خلال الايام المقبلة بشان صفقة المدافع الشاب ايريك جارسيا وينتهي عقد جارسيا مع سيتي في صيف العام المقبل واعلن النادي الانجليزي ان اللاعب رفضت تجديد واشارت الصحيفة لان بعض الانباء زعمت وجود محادثات سابقة بين برشلونة ومنشستر سيتي حول جارسيا وتقدم البارسا بعرض قيمته عشرة ملايين يورو واوضحت ان هذا غير صحيح لان برشلونة لم يقم الا بالتحدث مع ممثلي جارسيا للتعرف على رغبته فقط وذكرت ان منشستر سيتي يقدر صفقة جارسيا بخمسة وعشرين مليون يورو رد الهولندية من فيس ديباي مهاجم اوليمبيك ليون على انباء اقترابه من الانتقال لبرشلونة خلال الانتقالة الصيفية وقال ديباي خلال تصريحاته لقناة ن او اس الهولندية عن الانتقال للبرسا علينا ان نرى ما سيحدث وساعقد جلسة مع النادي غدا وسنرى واضاف لم اسمع الكثير من الاشياء من وكيلي واعلم باهتمام برشلونة لكن ليس لدي الكثير لأقوله لانني لا اعرف الكثير من جهته قال جان ميشيل اولاسا رئيس ليون عبر تويتر برشلونة لم يتفاوض معنا لضم ديباي وتابع كان من الممكن ان يغادر ديباي في اغسطس الماضي لكن الان يجب ان يبقى معنا في الموسم الجديد واضاف اعتقد ان من مصلحة ليونة لابقاء على قائد الفريق بعد الموسم الملغي من رابطة الدور الفرنسي بسبب كورونا ويسعى المدرب الهولندي رونالد كومان لتعزيز هجوم برشلونة قبل انطلاق الموسم الجديد خاصة مع اقتراب لويسي سوريز من الرحيل هذا الصيف اكد برنامج الشيرنغانتو ان حالة ايدن هازرد نجم ريال مدريد تثير الشكوكة في الناد الملكي وانتقل هازرد من تشلسي للريال الصيف الماضي في صفقة تخطط 100 مليون يورو الا انه ظهر بشكل محبط على مدار الموسم ووفقا للبرنامج فان هازرد لا يتعامل مع واقع تواجده في ريال مدريد على محمل الجد واشار البرنامج الى انه على زين الدين زيدان مدرب الريال ابلاغ هازرد ان هذه فرصة حياته في ريال مدريد وكانت الجماهير المدريدية ترى ان هازرد من سيعوض رحيل كريستيان رونالدو الى اليوفي لان اللاعب البلجيكي فشل في مساعدة الفريق على عبور عقبة منشستر سيتي في ثمن نهاء دور ابطال اوروبا في الموسم المنصرم قطع انتر ميلا خطوة جديدة نحو الحفاظ على خدمات مهاجمه الارجنتيني لوتارو مارتينيز خلال الموسم المقبل ويحظى اللاعب بتقدير كبير لدى مسؤولي برشلونة والذين سبق ان قدموا اكثر من عرض لحسم صفقة هذا الصيف ووفقا للصحيفة لاجازيتا ديليسبورت فان انتر استدعى وكلاء لوتارو مؤخرا لمناقشة توقيع اللاعب على عقد جديد واشارت لانه تم الاتفاق على استمرار مارتينيز نظير الحصول على راتب سنوي يبلغ عشرة ملايين يورو بالاضافة لالغاء بند الشرط الجزائي وكان العقد الحليل مارتينيز مع النيراتزوري يتضمن شرطا جزائيا بقيمة 111 مليون يورو واضحت الصحيفة ان تجديد عقد لوتارو مع انتر سيتم الاعلان عنه في نهاية المريكات الصيفي الجاري اقترب انتر ميلان من حسم التعاقد مع السربي اليكزاندر كولاروف الظاهير الايسر لنادي روما خلال المريكات الصيفي الجاري ووفقا لموقع كالتشو مريكاتو فان كولاروف اجرى الجزء الثاني من الفحوصات الطبية تمهيدا لانتقاله الى انتر وبدأ كولاروف الكشف الطبي في انتر الى انه لم ينهي اجراء كل الفحوصات المطلوبة واشار الموقع لان اللاعب الصربي عقب اجتياز الكشف الطبي سيوقع مع انتر على عقد لمدة موسم واحد مع بند بامكانية تجديد لموسم اخر وتألق كولاروف الموسم المنصر بعدما سجل سبعة اهداف وقدم اربعة تمريرات حاسمة في 32 مباراة في الدورة الايطالية يذكر ان انتر ميلان تمكن من تدعيم مركز الظهير الايمن في وقت سابق بضم المغربي اشرف حكيمي من ريال مدريد قالت مصادر المطلعة ان ثلاث مجموعات قدمت عروضها النهائية لرابطة الدور الايطالي وتنتظر القرار بشأن صفقة من شأنها تغيير وجه صناعة كرة القدم وضفت المصادر ان اندية الدور الايطالي ستجتمع يوم الاربعال للطلاع على عروض شراء حصة في شركة قابضة تأسست حديثا ستتحكم في حقوق البث للبطولة في المواسم العشر المقبلة واكد احد المصادر ان هذا قرار تاريخي للكرة الايطالية سيحتاج الامر الى وقت ومناقشات لاختيار مشتر نهائي لكننا نسير في الطريق الصحيح وقالت المصادر ان سي في سي كابيتل بارتنرز قدمت عرضا مشتركا مع ادفينت وشركة الاستثمارات فوندو استراتجيكو ايطاليانو المدعومة من الحكومة والتي قدرت عشر بالمئة من اسهم الاعمال الاعلامية للبطولة بنحو واحد فارز ستة مليار يورو واوضحت ان سي في سي تواجه منافسة من اتحاد مستثمرين بقيادة باين كابيتل وان العرضين مختلفين في الشكل وليس القيمة المالية اثار تياغو الكنتارا لاعب بايراني ميونيخ الجدل من جديد حول مستقبله بالغياب عن تدريبات بطل دور ابطال اوروبا وارتبط تياغو بامكانية الرحيل عن بايراني ميونيخ الفترة الماضية رغم تصريحاته بانه لم يقم بابلاغ اي شخص داخل النادي برغبته في مغادرة اليانز ارينا لكن فابريسي رومانو الصحفي بشبكة سكاي سبورتز اشار الى ان تياغو لن يكون موجودا في مركز تدريب بايراني ميونيخ لاجراء الفحوصات الطبية الشاملة لتحليل فيروس كورونا واكدت صحيفة بلد ان تياغو حصل على اذن من ادارة البايران بعد فترة اجازته الصيفية لبضعة ايام اخرى ويبدو ان بايراني ميونيخ يريد الانتظار لفترة اخرى حتى يحسم تياغو مصيره مع الفريق الالماني خاصة وان هناك اهتمام من اكثر من نادي لضم الاسباني على رأسهما ليفر بول وبرشلونة عزيزي متابع قناة عرب جول هل سينجح هزارد في الموسم المقبل؟ شاركنا برأس اشتركوا في القناة شكرا اشتركوا في القناة